وهي عارفة النهاردة الاهتمام بيها أكيد كان عندنا بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم وكان فيه اهتمام إعلام كبير نتمنى من أستاذ الإعلاميين وكل قناة الاهتمام بمنتخب مصر لأن فعلا إن شاء الله بإذن الله متوقعين أنه يوصل لمرحلة مهمة جدا في المرحلة اللي جاية بكرة راحة ليهم وإن شاء الله بعد بكرة يلعبوا مع فرنسا إن شاء الله ربنا يوفاهم لأن إن شاء الله لو خرجنا من المجموعة وإحنا أول هتفرق كتير جدا غير تاني خلاص إحنا أول يا تاني بإذن الله فأنا أتمنى لهم بإذن الله إن هم يعدوا مبارات فرنسا على خير ويصدروا المجموعة بإذن الله عشان يخشوا على الأدوار الأخرى وفيه مرتبة أعلى كتير خلينا نروح للخبر اللي بعد كده وهو خبر عبد الرحمنطة حارس مارمان نادي الأهلي للدرجة الأولى ما شاء الله بيلعب في طولة العالم متقلق هو اللي عابين نادي الأهلي وقدر مرتين يحرز أفضل لاعب في المباراة في مبارات نيجيريا مبارات السويد بيبقى أحسن لاعب في المباراة حراسة المارمى عشان تطلع منها كأحسن لاعب في المباراة حاجة صعبة جدا لكن هو بيتعدى نسبه النسب الطبيعية لحراسة المارمى 35-40% أو كمان 32-35-36 عبد الرحمن ما شاء الله عليه بيعدل 42-43% إحنا كده بنتطمن كمان على حراسة المارمى النادي الأهلي عبد الرحمن طهى موجود متقلق محمد أسلام الطيار تقلق في كاس العالم اللي فات برضو فالحمد الله ما شاء الله بكده نقدر نقول إن حراسة المارمى النادي الأهلي شيء يطام إن الجميع ويطام إن جماهير النادي الأهلي على حراسة المارمى النادي الأهلي في الموسم الجديد كمان معاهم عبد الرحمن حمايد الحارس التاني اللي مع عبد الرحمن طاف المنتخب هو مواليد 2000 لكن ما شاء الله على حراسة المارمى النادي الأهلي لكرة اليد نتمنى للمتوفيق في المرحلة اللي جاية هنروح لملعب الكرة الطايرة أو فريق الكرة الطايرة نكملنا الكبير كابتن عبدالله عبدالسلام كابتن عبدالله عبدالسلام هو كابتن النادي الأهلي وكابتن منتخب مصر كابتن عبدالله كان مع منتخب مصر في الإعداد للبطولة الأفريقية في تونس قبل ما يسافره قبل السفر بيوم اتصاب اتصاب جاله كلام بيتقال إنه فيه التهابات كلام بيتقال إنه فيه العصب السابع فعلا عبدالله عبدالله عبدالسلام مخرج بالمعسكر بيجري تحليل الليمين دول وفحوصات كثيرة جدا لنجمين الكبير كابتن عبدالله عبدالسلام إن شاء الله ربنا يرجع الملعب في أسرع وقت بالسلامة لكن هي دي الرياضة يوم موجود يوم تاني برة بيدور على الأصابة لكن أنا عارف أن كابتن عبدالله عبدالسلام واحد من النجوم النادي الأهلي اللي فعلا عنده روح وحمس وعزيمة قوية جدا بيرد سريعا إلى الأرض الملعب بإذن أنه يتمنين الرجوع في أقرب وقت لملاعب الكرة الطائرة وملعب الكرة الطائرة في نادي الأهلي وفريق الكرة الطائرة في النادي الأهلي نروح لكابتن أحمد إسماعيل وحوار كثير جدا مع أحمد إسماعيل التحاد السلب يقر نهائيا إن عقد كابتن أحمد إسماعيل مع نادي الأهلي عقد سليم 100% كان حصل مشاكل أو حصل نادي الزمالك بعد جواب إلى اتحاد السلة عشان يقرأ حقيقته أنه هو بيقول أنه قبل ما يسافر إلى أمريكا هو كان من أحد ناشيه لكن بعد درس الأوراق الرسمية وبعد ما درس قرنية العقد بين أحمد إسماعيل والنادي الأهلي لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد السلة برئاسة الكابتن حسن البشبيشي بتقر إقرار تام أن عقد أحمد إسماعيل مع النادي الأهلي سليم 100% بكده نقدر نقول للموضوعات أفل واحمد إسماعيل اللاعب في الدرجة الأولى في النادي الأهلي في الموسم الجديد بإذن الله لكرة السلة كل أمنياتنا الطيبة بإذن الله لكل الجماهير وراء فريق كرة السلة ووراء فرق النادي بإذن الله في المرحلة اللي جاي نروح لآخر خبر معنا النهاردة وفريق عشر سنوات بيحصل للسباحة بيحصل كأس البطولة كان البطولة مقامة في نادي الأهلي مدينة نصر اشترك فيها عندها كتير جدا زي الصيد ودي دجلة ونادي المعادي الشمس والمؤسسة العسكرية لايكستيب اتلعبت على فرع مدينة نصر والأهلي حقق المركز قوي بفرق كبير جدا من النقاط المركز الثاني يجيه نادي ودي دجلة والمركز الثاني يجيه نادي الصيد كمان البطولة دي شهدت مولد نجمة جديدة شهد محمد سباحة الأهلي تحصل على كأس أحسن سباحة في البطولة ما شاء الله دائما وأبدا الأهلي في السباحة إنجازات كبيرة وبطولات وأرقام كثيرة جدا في السباحة بالنادي الأهلي خلينا نخرج للفاصل ونستقبل كبات الألعاب القوى الفائزين بالبطولات الأفريقية أخيرا مؤخرة لسا لأقيمة في تونس ويلا بنا نخرج للفاصل وترجع لنا مرة تانية